وعلى مستوى السوق السعودي فقد اغلق المؤشر الرئيس تاسي تدولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغة 0.12% عند مستوى 11395 نقطة تدولات بلغت قيمتها الاجمالية 6 مليارات ريال 2.246 مليون جاء سهم شركة جاذان الطاقة والتنمية في صدارة الاسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 6.36% عند 15 ريالا تلقى سهم شركة امينايتد العربية السعودية بنسبة 6.11% ليغلق عند 51 ريالاً فاصل 20 ارتفع سهم شركة الصناعات القهربائية بنسبة 4.67% عند ريالين فاصل 69 تصدر سهم شركة الحفرة العربية قائمة الاسهم الاكثر انخفاضاً بنسبة 3.43% عند 191 ريالاً فاصل 20